في ظل كل هذه الأزمات عند الديمقراطيين وفي ظل إصرار بايدن على أنه سيكمل حملة إلى الرئاسة أين أصبحت مساعي الديمقراطيين بدفعه للتنحي؟ طبعا هذه المساعي خلال الأيام الثلاثة الماضية تكاد تكون مختافية تماما ولا تظهر على أقل التقدير لوسائل الأنم هناك فيما يبدو التفاف حول الرئيس جو بايدن ولو حتى كان زائفا خلال الأيام الثلاثة الماضية لتأكيد فكرة أنه هو الذي سيستمر في السباق الانتخابي الرئاسي على كل الديمقراطيين لديهم تقريبا حتى شهر من الآن وبضعة أيام للانتهاء تماما من فكرة استبدال أو الإبقاء على الرئيس الحالي جو بايدن ما أشاهده أن جو بايدن ما زال متمسكا بقراره الاستمرار في خوض حتى أنه لا يمتثل أصلا ولا لديه علم وفق بعض التحليلات والمعلومات بالاستفتاءات التي تحصل والأرقام ولكن عندي آخر سؤال وعلى السريع ترامب باختياره لفانس كم عزز حظوظه أكثر بالرئاسة خصوصا أن فانس هو جاء من بيئة فقيرة من الأحزمة الصناعية أو ما تعرف الأحزمة الصدقة في الولايات المتحدة ولكنه تمكن من الوصول إلى ييل والدراسة هناك يعني كشخص عصامي وزوجته أيضا من الأقليات تعتبر في أمريكا صحيح زوجته من أصول هندية وكافحت معه كفاح كبير أعتقد هذا الاختيار قوي وجيد بل ومن وجهة نظري يعزز فرص الجمهوريين بأن إذا ما فازوا بهذه الرئاسة وفانس مارس مهام منصب نائب الرئيس يعزز من فرص فانس بعد ذلك لكي يكون هو مرشح الجمهوريين في انتخابات عام 2028 لأنه ما زال صغيرا يبلغ من العمر 39 عاما وفي الانتخابات ما بعد القادمة سيكون عمره تقريبا 44 عاما وسيكون رئيسا مثاليا أو مرشحا مثاليا للجمهوريين عند إذن للانتخابات الرئاسية ما بعد القادمة الفرق ما بين فانس وفانس كبير كبير جدا فانس هو رجل هذا الطباع متدين جدا وكان يفضل التوارع عن الأنظار ولا يكون ظاهرا دائما في الصورة السياسية ومحجما نفسه بكل ما تعنيه الكلمة في منصب نائب الرئيس فانس على النقيد من هذا الأمر فانس من وجهة نظري أستاذ رولا وتذكري هذه الكلمة هو ترامب في حالة تكوين ترامب جديد في حالة تكوين يعني هو بعد سنين قليلة سيكون هو ترامب الجديد الذي سيشاهده المجتمع الأمريكي شكرا جزيلا لك كنت معنا من واشنطن الباحث في الشؤون الأمريكية والعلاقات الدولية إيهاب عباس